أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في الحلقة عن الأخلاقيات المسيحية واكتشفنا أن الأخلاقيات المسيحية هي من أخلاقيات المسيح السؤال يا أخ أمال هذا بيحبطنا ويشعر نحن نصاب بنوع من الخزلان إذا بنتعامل مع الضمير بشكل صح كيف؟ يعني منقول للأمر مستحيل إيه اللي ممكن نعمل في هذا الموضوع هذا؟ أخي زلان أنت قلت كلمة على فكرة مهمة جداً أنت قلت الضمير الضمير في آية خليني الأول أقولها وبعد كده نتكلم عن موضوع ضمير لأنه ده موضوع مهم جداً روميا 2 14 و 15 بيقول إيه لأنه الأمم الذين ليس عندهم نموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في النموس فهؤلاء إذ ليس لهم النموس هم نموس لأنفسهم الذين يظهرون عمل النموس مكتوباً في قلوبهم شاهداً أيضاً أيه؟ ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة السؤال إيه هو الضمير لما بسأل بعض الإخوة البشرف بأننا بتعلم معهم ونكبر مع بعض إيه هو الضمير يقولوا ده هو صوت الله في داخل الإنسان طيب فبسألوا طبما الكتاب بتكلم عن هناك ضمير شرير هل صوت الله بيكون حاشة لله يعني يكون من هذا القبيل فعشان كده لابد أن نوضح ما هو الضمير الضمير في مفهومي أنا المتواضع يا خنزار عبارة عن خزنة بها مبادئ هذه المبادئ مستنبطة من الثقافة اللي حوالينا من التعليم اللي أنا بتعلمه من المخزون الذهني والتفكير والوجدان اللي هو على مر الأيام إلا أنا كشخص تحصلت عليه إذن الضمير هو خزنة وهو خزنة في كل إنسان لكن ما تحوي هذه الخزنة يختلف من إنسان لإنسان فيختلف لأنه هناك أسباب هناك مبادئ موروثة ومبادئ مكتسبة نرجع بقى لقوانين الوراثة المبادئ الموروثة والمكتسبة دي إذا تأثرت بالعالم المحيط بنا فالضمير بيتواءم مع كل الأحداث اللي حواليه أنا لما بتصرف حاجة تتواكب مع الثقافة الضميري يظل صامت دور الضمير لو أنا تصرفت عكس ما هو مخزون في داخله من مبادئ فقد يكون هناك ضميري إنه الكذب أبيض أو الكذب لما أتزنق لما أكون في موقف صعب وأجذب كذب حلال كذب حلال مسموح به ده متاح مشرع لكن لما أجي لكلمة الله ألاقي هذه المبادئ بتنهار أمام كلمة الله بتظهر قدامها مبادئ مسيحية حقيقية إنه الكذب هو كذب الخطيئة خطيئة جهة الخطيئة هي خطيئة الخطيئة هي التعدي والكذب هو صفة الشيطان هو أبو الكذب نعم وهكذا فعشان كده مهم جدا إن أنا أشوف أنا أنا بحط إيه في ضميري عشان كده هنا بلا بقول الأمم اللي ما عندهم شي نموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو نموسي اللي هو المبادئ المسيحية الحقيقية التي أعلنت من الوصائل عشر لحد النهاردة موجود في داخل إذن ده بيعيشوا حسب إرطاء هذه نقطة الضمير ضمير هذا الضمير بيرشدنا وبيساعدنا بيخلينا ماشيين على الصراط المستقيم اللي يتناسب مع المبادئ اللي أحنا حطينها في هذا الضمير فالسؤال هو إزاي أنا ضميري يكون مرشوش يكون مغسوب يعني يكون في مسحة الروح القدس ده اللي بدي ساعتها روح الله القدس الحرية أنه يغير ويشكل ويبدل ما يتعارض مع كلمة بالمبادئ المسيحية الأخلاقية موسيقى 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 موسيقى